عشرين سنة 19 سنة ما قادرين انه ينظرون الى العراق بغير عراق صدام حسين عراق المهدد للمنطقة الحمد لله سضمنا دولة جارة صديقة فعلا للعراق لم تتدخل سلبا بعد 2003 الى الان شفتك انه عقبت وحشيت وكنت اتمتم ببعض الكلمات بعد الفصل السابع ورفع الفصل السابع ممكن ان نحصل على بيزة كويتية بشكل سهل خليني سؤالك مهم وهو نفس الملاحظات اللي سجلتها اولا هو يفترض من تنهال عليه البرقيات التهنية هو على العراقيين مو العراقيين فرحون بيان بسيط الكويتين ما صدروا لسه كلمة شكرا لوفاءكم يا شعب العراق بالديون ونفتح ورقة جديدة هذا البيان البسيط والجماعة يرتحون هنا يرتحون على الكويت ويرتحون كذا فعلا هذا مبرر هذا مبرر لما النظام كامل الصفة الغالبة عليه حسب ما الناس تشوف في كل البرامج الميدانية فشل 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 فأكيد يريد فشي صدره لجمهوره صدره لشعبته راح ننتصرنا في قضية لا يخالف السيد تصار هو هم هو يعتبر انتصار هم هم لعظة وجولة بالتخلف وتخليف المجتمع وراقب الخرافة والجهل لكي يصدروا عليه ما لا يعقل طيب لك أولا الأنظمة المعروفة ودرسناها في أكاديميات العالم والكليات هي مئة يوم ومو ثمانطعة سنة ونص مو ثمانطعة سنة ونص أنا خلي رفيقي في الحلقة يسمى تسعة عشر لشهرين تسعة عشر سنة خلي نقول هم تقريبا مو ميت يوم أضربها بكم حتى تساوي تسعة عشر هاي واحد أنا أقول الكويت لم تحب لا الردح العراقي ولا تحب العراقيين ولا راح يحبون العراقيين أبدا أبدا هناك أنا أقول لك هناك ناس عقلاء في الكويت محترمون هؤلاء لا تغيروا بكت الغزو بكت الغزو هم ما تغيروا ولا الآن أنا أقول لك المخدرات من أين تأتي تأتي من وراء الحدود وكي وأنا بنفسي خرجت مع ضيوف شيوخ قبائل من الجنوب أكدوا على دول تجي منها المخدرات من ضمنها الكويت هذا واحد نعم اثنين المزارع العراقية مو عبروا عليها وأخذوها بجهة البصرة ايه بسبب 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 اللي شافوه من نسمي 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 غز الحوب لو نسميه هو كل هذا كل هذه هي كل دولة تبحث على مصالحها لا تبحث بس بأراضي العرار يعني دكتور سمير اليوخ يا أخي بأراضي العرار يعني في زمن يعني شي بالشي أذكر في زمن مبارك كانت تقدر أثيوبيا تبني سد نهضة لكن في حهد مرسي بنت في زمن الكويت في زمن صدام كن ما قدرت بس أثيوبا بنت في أراضيها ما بنت الكويت بنت في الأراضي العراقية ما هو أصلا غزو الكويت والمياه العراقية غزو الكويت كان عليها أساس على أساس العشرة كيلو متر اللي أخذوها من كانت عدة حرب وإيران العراق نعم من الندار قالهم تعال الطوني حق هاي المساحة قالوا لا وصار النزير نجي لموضوع آخر التسريب نفط مائل ننتقل إلى أنا هسه أريد من الأخ يروح للجوجل يعني وراء الحلقة ويشوفوا الشم صياد عراقي قتل والشم صياد عراقي اعتقل والشم سفينة مال صيد عراقية دمرت أو أخذوه في مياه عراقية في مياه عراقية هذا موجود أستاذ سمير عندي ملاحظة صغيرة فضل نقطة نظام هذه التصرفات الفردية ما تعكس وجهة نظر الدولة الكويتية والنظام في الكويت هو أسمع من ذلك أكبر من أن يصدر مخدرات إلى العراق ويساهم في تخريب العراق عفونا من هذه نظريات المؤامرة يا أخي بس يا أخي مبروك عليك الكويت مبروك عليك صداقة الكويت أنا ما جاي أدافع عن الكويت بس جاي أقر بواقع هذا رأيي هذا رأيي مبروك هو داي يحل السياسة وانت رتحش السياسة بس هذا رأيي أنا أنت تريد تنفيه روحن فيهم الكويتين هنا هذا واحد أضافة لي هذا لا يدني فيه حتى هنا حتى الفيزا الفيزا لا تعطى لعراقي لو تخراسه بالهذا إلا هو دعوة لا أخي إلا هو إلا هو من جماعة السفارة الكويتية لو من جماعة عمامة فلان وسيد فلان خليك بلكيه بصراحة ما تنعطى الفيزا الكويتية أبدا وانا أعرف للعراقي إلا إذا كانت بتليفون ووكيل منك إما هو متعاون مع السفارة الكويتية أو مسنود من كذا عمامة من كذا سيد من كذا مقاول هم حاطينا لكي يعبث بالاقتصاد العراقي الكويت والدول الخليجية عموما مسؤولة عن تأخر نهوض العراق لأنه لو نهض العراق تصحرت موانئ الكويت والإمارات والسعودية يمكن أن يصبح صعب لا لا موانئ ما جاء يقول لك العراق مؤهل مؤهل بس مشكلتنا بالعراق نظام سياسي وطني ماكو متناثرين ليش لأنه الدول تشكل الحكومة بالعراق الكويت وإيران وتركيا وسعودية وأمريكا وبريطانيا أسأل أنا أريد واحد تشكل العراق ماكو طي هذا سعدنا أمل نقول بل كي الله تجينا حكومة غير هاي الحكومات السابقة بهذه التوليفة الجديدة تكون بيها كم رجل دولة تكون بيها مصحة وطنية عمل للعراق مو للحزب ولا للمجاملة للكويت وإيران وتركيا ومدريا صالت تصافح السنة بعد 2003 بالعراق وقبلها تشنت بالمعارضة نعم من خلال هاي سنين الخبرة وهالعمر كله نعم هاي الكتل والسياسة يطلعون بالخطاب اللي تريدها السنة؟ لازم يطلعون ما بيها أنا أقول لك شوف أنا أقول لك العراق بالجاي المجتمع الدولي يريد أن يكون قوي المجتمع الدولي يريد حكومة قوية ما كبعد حكومة الذنية الخمس فلوس طيب لازم تجيليش لأن المجتمع الدولي يريد عراق قوي طيب الكويت تطلب الكون الفيدرالية مع البصرة طيب هكذا تتغير الأزمان